نساء الخير آآ زملاء العزاء من عضاء هيئة التدريس آآ والهيئة المعاونة بكلية الهندسة جامعة الارم كندية آآ بالاشارة دي التوجه العام في الجامعات المصرية وتوجيه سيد وسيد دكتور رئيس الجامعة دكتور فاروق اسماعيل بالتوجه خلال الاسبوعين لقاف الدراسة للآآ فاحنا ككلية هندسة بدأنا بسرعة بسرعة نزلنا عملنا مشهور جيد من اسمه عملنا له بحسية تناسب معها الكورسات بتاعتنا والطلبة بتوعنا ونزلناها على الويب سايت بتاعنا اللي هو اي سيو اي فو اي دوت نت آآ دوت نت آآ هستعرض في التوتوريال الصغيرة دي ايه هي المتاحة آآ لحضراتكم خلال التواصل مع الطلبة آآ اول حاجة هنخش على الموقع بتاعنا من خلال اللينك اللي شايفينه ده. اه أول ما هنفتحه هيتطلع اللي موجودة في الا الكلية عندنا والتيتشر او اللي بيدارسها طبعا دي شاشة عامة متهملاش في حاجة. كل اه حيطبعت آآ ليه على فيها زياني من البصور دكتوره. علشاني انه بيعمل على السيستم بتاعه. اه سيستم بتاعنا. اول حاجة انا هخش بالاكاونت بتاعي. اول ما هخش هيطلع لي الكورسات اللي انا بنرسها فيه الكلية. طبعا حضرتك وحضراتكم مش مطالبين تدخلوا حاجة. احنا عملنا كل الموجود يعني وكل الكورسات نازلة للدكاترة بطاعها. والطلبة عملهم في الكورسات دي. هاخد على سبيل المسال او ما بنفتح بنلاقي اللي هي الشاشة الرئيسية اللي فيها الكورسات بتاعتنا. اه لو جاي لك من احد الطلباء هتلاقي هنا هوة المسج اه هتلاقي في واحد اتنين وعشر عشرين على حسب الناس الطلبة اللي اعطوا لحضراتكم مسجات ولا لا. هخش على اول كورس وحبتدي اول عندي. ان انا عايز ارفع اه مبدئيا احنا مقسمينهم اسابيع. ده الاسبوع اللي احنا شغالين فيه حتديهم بكرا ان شاء الله من سبعتاشر مارس. اه فتحت علشان اه اي حاجة هبتدي اعمل ترن اديتينج اون. الايكون دوت هعمل ترن اديتينج اون. لما هعمل اديتينج يبقى انا هبتدي ازود اكتابيتي. اول اكتابيتي هنزلها في الاسبوع دوت ان انا هرفع محاضرة. فهقول لها اكتابيتي رسورس في حاجة كتيرة جدا ممكن نحطها. هنركز على اهم حاجتين اللي هو الفايل واليوريل. الفايل عشان هنرفع فايل اه المحاضرة المختلفة. هنقول لوقات هيفتح لنا صفحة كده جميلة. هنكتب فيها احنا هنقات دي. هنقات اه سي مسلا السكيجول بتاعيو سبعتاشر تلاتة عشرين عشرين عشرين. بعد كده من خلال اي ويب اه براوزر هبتدي ارفع الفايل اللي انا عايز ابعته للطلبة. اول رؤية اوبشنز تانية طبعا في الفري ان حضرته تجربوها. بعد كده هقول له سيف اند ريترن تو كورس. هيرجعنا لصفحة بتاعت سي اس اي تو وان. وظهر لنا كده انت حضرتك بعد لكتشر وان. تعالوا اه هنشوف بقى الصايد التاني انا هعمل لوجين كاحد الطلبة المسجلين في الكورس. بس قبل ما اعمل لوجين في هنا شاشة اسمها او لينك اسم دول الناس ايه اللي مسجلين في الكورس مية وخمسة طالب. يا اسماء هم موجودين قدام حضراتكم وهم. ممكن تعمل لهم اه اكسل اه هنشوف دلوقتي حانا هنعمل معهم ايه. المهم فنرجع ليه لصفحة الطالب هقول له لوجين. الطالب هيزهر له. كل الطالب هقول لهم وعارفين الباصولية بتاعتهم لان هو نفس بتاع اللتيجة بتاع التسجيل. اه دي الكورسات اللي الطالب مسجلها. اه طبعا لاننا هنا هو في حاجة اترافعت على وهو ما شفهاش. فهيقول له ان انت زيرو في المية انت ما دخلتش على ده وتبص عليه. فظهر له يوم سبعتاش مجرد ما حدوث عليها حيداونلود الفايل ويبتدي يقرأ ويزاكر منه. ده كده عادي. اه عايزين بقى يبقى انتر اكتف. اه عايزين نحط لينكات لفيديوز. اه مسلا حضراتكم اه لو معانا الفايل الباور بوينت ممكن نقاد ممكن نقاد صورة وهو بنشرح. اه ويبقى عندنا فايل فيديو للملف بتاعها. اه دلوقتي ان شاء الله هنضيف اه. اه على يوم سبعتاشر مارس برضا والاسبوع الميدا من سبعتاشر مارس. هنقول له. اتأكد بس ان احنا. هنقول له اد. هقول له اد. المرة دي انا هاد له اه فيديو. موجود على اليوتيوب بتاعت الشانل بتاعت حضراتكم او حد من الزمله. مسلا دي 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 اه اليوتيوب بتاعتي رافع عليها اه المحاضرات اه بعد ما سجلتها اه مسلا هاخد اللينك. وابتدي اعمله ان هو تقول له مسلا ده project one. وابتدي ابيست ال url. وقال له سيب اندر ترنتو دي كورس. كده با عندك فندنا في الاسبوعي. الاسبوع اللي هو من سبعتاشر تارشين فيه حاجتين رفعناهم رفعنا. فيديو لينك ورفعنا. طينا نرجع الاكاونت بتاع الطالب. لو فتحنا هنلاقي ان هو ال project ده فتح اهو. ويفتح لي اليوتيوب فيديو اللي الاستاذ رفعه. برضو ممكن اه حضراتكم تكونوا مسلا حطين على جوجل مش عايزين ترفعوها على دوت. بالتالي برضو حط لها لينك. وبالتالي من على جوجل درايف. عايز مسلا اعمل للطلبة في الكورس دوت بحيث الطلبة اللي كلهم اللي عاملين اه يطلع لهم اول ما نفتح الكورس. مسلا انا هعمل الاسسيمنت. الاسسيمنت تدوت. مسلا السيمنت. اي ديسكريبشن مسلا من التست السيمنت. حرف على البيدي اف فائل بتاع الاسسيمنت بتاعنا. والي يكون هو لوت. ده اسسيمنت هو اطلوب من الطالب انه هو يحلو. ارفعه. اعمل ديرجان بروب. ممكن اتحدث بعد يو ديت اللي يعمل له سطنيشن. اه يظهر امتى? يتفل امتى? وهكزا. يعمل لحضرتك رمايندر امتى عشان تعمله تفاصيل كتير اوي. اه كده حاول له سيف انه يخلص. حيظهر للطالب في الاكاونت بتاعه. اذا اعمل الريفرش للنشبورد بتاعه هيظهر. اذا انا عندي اسسيمنت اهو. فهيبتدي يفتح الاسسيمنت. يقولك انت هم توصد مش عابل كده. ولسه مش جريدد. بتاعه يوم 23. قدماك 6 يام و 8 ساعة حسب ما كده من الانستركتور. هيصمد النتيجة او يعني الحل بتاعه. مسلا هيحلو يصورو بالموبايل يرفع عندي هنهوة صورة. اميج هي فيها حل مسلا لمسألة. هيروح رفعها الطالب. او مجموعة الطالب او مجموعة ملفات زي ما هو يحب. هقول له سيفي تشينج. كده هتوصل الى اللي كان عامل الاسايمنت. صمتين فون جريدد من جريدد ده اللي سيت اثبتها. نرجع للداشبورد تاني. خلينا نفتح كده الداشبورد بتاعة الانستراكتور. هو دلوقتي الدكتور مستني اسايمنت. تمام? تعالوا كده انا نستني اسايمنت فهفتح الاسايمنت هلاقي ان في طالب عمل سبميشن. من مية اه وفاضل لنا اه من مية واربعة ستيودنت اللي انا البرتسيمنت من مية وخمسة. فهقول له فيو اول سبميشن. هو مرتبهم انا عايز ارتبهم حسب الستيتس. اهو هو خطه في فهقول له طيب تعال انصحح. خليفتح لي شاشة كده اه لازيزة واحد من مية واربعين. ممكن تغير اليوزر اللي بعد اللي بعد اللي بعد زي ما حضرت تحب من هنا. المهم ايه دي النتيجة? اه طيب دي صح والله غلط. اه دي صح. تمام? اه انا مبسوط منك. اه دي هنا بص دي كده فيها ايه? دي مثلا هنا لا. النتيجة دي كده مش ايه? ممكن مسلا اعمل كده. اه دي غلط مسلا. اي حاجة. اه خلصنا طيب حديله كام? من مية. ده مسلا همديله تمانين في المية. ممكن اديله فيدباك. حقول له مسلا. اه مسلا من سلايد. خلصت. سيف تشينجز. سيفت. نرجع للقرص بتاعنا. تعالوا نرجع للطالب نشوف. الطالب مستني يفتح الدجهورت بتاعته. يفتح الاسسايمنت. يقول له اه. طب ايه جبت كام? اه جبت تمانين من مية. من الاحمر الشفعي. او بقى اشوف من المعيد. طيب اه 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 الفيدباك من الانستراكتور يفتح للميديا في فايل. نفتح وانا نشوف. اه 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 دي صحة عين دي غلط عين. ده اللي بعته لنا الا 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 استراكتور او الدكتور المادة. وهو بعيد لي فيدباك يقول لك. ليديوم سلايد 10 لكتر 3. طيب اه اه لو افترضنا ان الطالب عاوز يبعد لدكتور المادة. لو عارف اسمه عظيم. لو مش عارف اسمه طيب انا هفلتر بالتيتشر يقول ان هنا مسلا ما فيش غير الدكتور. لو في معدين هنصار المعادين. هفتح صفحة اقول له مسلا هيبعد لي ميسج. فين الميسج? اي ميسج. هاي الحاجان هيبعدها بالطالب. هو اصلا هو باين انه من دكتور اونلاين. وراجعنا للدكتور. نعمل بس رفرش. لقين عندي مسج كدكتور. افتح. اه ده في برايبت مسج. جاية من كانت. يقول لي ان اه انا مش فاهم الهزاية دي. صور ما وصلنا من الفيو. تي اي. انجينيار. علام مسلا. كامل هنختج من هو قاله من الدكتور. شبع ريه. مسج دي والردي والجا علام. سي مسلا انا طيب انا كنستركتور اعيز ابعد مسج للناس كلها. هاختار الناس كلهم. هنا بقى طبعا ان انت اخترت. طبعا انا كانستركتور اللي هو اخترتهم ممكن بقى عاملية انا ازلهم انا ازلهم ام ام هبعد مسج ديهم كلهم. اللي هم مسلا ناكستويك. دي. لان اه جام نان Stapp. لا دعتهم لين全ım كلهم. حول انك سناد بقتله ولان انا الأCount. ايه في ميسجها عندما شوائلية. ايه الميسج? اه شكرا جزيلا لحضراتكم. ده كان سريع كده او حاجة بسيطة جدا. اه لين بتاعة السيستم. طبعا لو حضراتكم دخلت اونلاين. اه هتلاقوا اه عن الاسمه مودل. هو ده يعني اسمه مودل. واحنا عملين له على اسيو. شكرا جزيلا. اتمنى لحضراتكم اه كل التوفيق والنجاح والصح والسلام. شكرا جزيلا.